اشتركوا في القناة بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله قمة ثلاثية في العاصمة أبوظبي اليوم الأربعاء وأكد القادة خلال القمة عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين بين البلدان الثلاثة وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق مصالحها المشتركة وركز القادة على سبل النهوض في مجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية خصوصا فيما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية وأكدوا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاث حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القضايا العربية وبحث القادة آخر التطورات القيمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية اشتركوا في القناة